منذ سنوات طويلة نقلب في أوراق وملفات مهمة وخطيرة وندرك خطورتها لكننا نريد أن نشهد الله والناس أننا نبغي أن نحقق هدفا أساسيا وساميا ونعاون الخيرين ونؤمن أنهم كثرة في سبيل أن يقف مشهد الموت والفساد والدمار لأن الفاسدين قد عاثوا فسادا في هذه الأرض وفي هذه البلاد لمصالح شخصية ضيقة وعندما نتحدث في ملفات الفساد فإننا نتحدث بالوثيقة والشاهد والصورة ونتمنى من الجميع أن يعرف وأن يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه لأن إذا مر الفاسدين وإذا ظلوا يعيثون في هذه الأرض وفي هذه البلاد فإنهم سيحرقون ما تبقى من أموال وثروات ومن آمال لنا لذلك استصرخنا في الخيرين ضمائرهم أن اسمعوا منا ومن غيرنا وحققوا في هذا وحققوا في ذاك حتى يتبين لكم ولنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود ونتمنى أن لا أحد يسمع شكاوى أو صرخات هؤلاء الفاسدين ضيقوا عليهم الأرض وضيقوا عليهم المكان واجعلوا لهيئات النزاهة ولدور الحكومة في مكافحة الفساد دوراً أكبر وتعاونوا على البر والتقوى فإن مكافحة الفساد والفاسدين والاهتمام بملفات الفساد هو إيمان حقيقي أو ترجمة حقيقية للإيمان بالله وبالديانات وبالرسل لا نبغي أن نظهر أو مثل ما يقولوني الويادات دورطش في هذا الملف أو في ذاك ذني ما عدنا مو يمنا موسوالف نذني وما تعود العراقيون علينا أن نقول بهذا وذاك بل كما قلتها سابقاً هذه أيدينا نضعها بأيد الذين يريدون لهذا الوطن خيراً فمن يريد فنحن والله سنعمل بلا كلل لإيقاف هذا النزيل موسيقى